مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق في الثاني عشر من شهر آيار القادم تتكشف يوما بعد آخر حقائق ووقع تفند كل ما يقال أو يروج عن انتخابات النزيهة تضمن التغيير السياسي الحقيقي في العراق الفصل الرابع من المسرحية التراجيدية الطويلة في العراق كما يصفها معارض العملية السياسية وباكرة التغيير ونقطة الانعطاف كما يحلو لشركاء العملية السياسية تسميتها بتعلام موعد اجرائها اقل من عشرين يوما وبتقدم الايام يكون احد التوصيفين اقرب بالواقع فنزاهة الانتخابات البرلمانية كانت محط خلاف وجدال من الناحية البنيوية ككل ومن الناحية الفنية ايضا فعن الثانية قال الصحيفة العرب ان النظام نصف الالكتروني الذي اقرته مفوضية الانتخابات في العراق مليء بالثغرات والاخطاء وربما سيسمح باحداث تأثيرات واسعة على النتائج العامة الصحيفة اكدت ايضا ان الكثير من العراقيين لا يحصرون عملية التزوير في الجانب التقني فحسم بل يرون ان الظاهرة باتت سمة لصيقة للعملية السياسية وبطبيعة الاطراف المشاركة فيها مؤكدة ان هذه القضية تتعلق ايضا بجوهر العملية السياسية نفسها وباخلاقيات الاطراف المشاركة فيها ويبدو ان الاجراءات الفنية لمسار الانتخابات البرلمانية باتت احدى طرق تزوير فاجهزة العد والفرز التي كلفت العراق نحو نصف مليار دولار بعد ان فشلت في عدة تجارب لتقييم ادائها وهو ما دفع الكثير من النشطاء الى القول ان افشال عمل اجهزة العد الالكتروني سيكون جزءا مكملا لعملية التزوير التي بدأت بشراء بطاقات واصوات الناخبين ولذلك سيكون تعطيل الاجهزة بمثابة الاجراء الاحتياطي الذي سيلجأ اليه لسيما وانها جربت في اماكن عدة واثبتت عدم كفاءتها بحسب الصحيفة هذا كله بالاضافة الى ما تواتر من اخبار عن استيراد جهات سياسية متنفذة لوصلة ذاكرة واجهزة تحاكي تلك التي تستخدمها المفوضية ما يكشف بصورة او اخرى اي التوصيفات اقرب للانتخابات بل للعملية السياسية كلها